سلام الله يا عليكم اعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط اهلا وسهلا بكم معي من جديد اعزائي متابعي القناة الجدد اهلا وسهلا بكم معي اخوتي شرفتوني ونورتوني في القناة ما تنساش انفضلكم دعم القناة بالضغطة لازل اشتراك وكدلك تفعيل جرس حتى يصلكم جديدة دروس باذن الله نلتقي من جديد احباتي تحشتكم بزاف بزاف على بني طولت عليكم الغيبة رحين نوصلوا مع بعض اليوم بإذن الله رح ندري لكم ملخص وشرح سهل وبسيط لدرس la voix passive la voix active هنالكومتوفوا مكتوب على الفور ماي نقدروا نقولوا la voix passive و la voix active تابعوا معي جيدا هاد الدرس رحو جديد عليكم كتلاميذ سنة ثالثة متوسط رح نبسطه لكم يعني بطريقة جيدة وطريقة بسيطة جدا حتى تقدروا تفهموه فقط ركزوا معايا واشتعني la form passive y la form active يعني كما نقولوا في اللغة العربية الجملة المبنية للمجهول والجملة المعلومة فلا يعني هذا هو بكل بساطة يعني تكون عندنا جملة معلومة رحين نبنيوها للمجهول تبعوا معايا رحين نبدأ وشرح la form active الجملة العادية ترتيب العناصر تحا رح يكون كالتالي عندنا لسجي لذارب et le complément d'objet direct هادي فلا 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 active لما نجي نحاولوها إلى la form passive شوفوا معايا رحين نعقصو موادع عناصر الجملة دونك احنا عندنا لسجي هذا رح يرجع لحنا في هذا المكان نسميوه complément داج احنا لكمل من d'objet direct تحا للمجهول رح يرجع هو لسجي تحا للمجهول passive نسميوه لسجي passif voilà احنا فيما يخص لسجي ولمجهول للمجهول كمالا كم تفو هاد الفلاش يعني نعقصو الموادع تحا احنا بالنسبة لكم بليمان داج لما نحطوه لحنا رحين ديفولو دائما كلمة باغ هاد موجودة في القاعدة لازم ديما تحطوها تبقى لنا النقطة فيما يخص لذرب يعني الافعال كيفاش رحين دلولهم لكون جيزان تحا يعني تصريف الفعل لما نحولو من لفرم active إلى لفرم passive لفرم هنا دائما نحطو لحطو 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 هاد قاعدة هاد ماتنا حيوهاش ديما لحطو 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 لازم كون conjugه en même temps que لحطو 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 voilà يعني إتر هاد دائما نحرفوها على حساب زمن تقو لحطو 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 هنا يحطو لحطو 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 بحفظ الإتر هاد لحطو لحطو للحطو لهذا يعني لا饞 جد لحطو أدري لما سرفو ادخ في زمن لا فرم اكتف رحين دفولو لپاكتسي باسي دو verب رحين ديرو لپاكتسي باسي تاو بلس لأكتسي باسي ادخ رحين اعطيكم مثلا رحين تفهمو عليها احسن لحضو معايا احبتي هاد المثال ركزو معايا بش تفهمو جيدا هاد الدرس عندنا لحنا لحنا ركزو معاياه بلا İ jumping ركزو معايد الان ان تفهمو grille ركزو معايا هاد الدرس معايا هاد الدرس سيطれた الك PLAY هنا لحنا لحنا ان تفهمو جديرك ركزو معاياه يعني اسؤلنا كانت luôn كيف أر cuestion كما أَدْفَاةُ المثروب السم dick هذا الغرّر جزء من الغرّور هنا هذا هو المسازcia لحاول الجهة هناك المجهدات السبري العام، سوف أتفعله هناك في التعالى ، على مطالبه هناك في القطاء المنسزل يسلت لقيتنا يدعى المنسزل على سوى انún المنتر في التعالى ، سوف أتفعله هناك في التعالى ، سوف لحاول كره كنت تبدأ ايضا هنا لزمع لنا نط mindset قال علشاء تزمين تصري share التر سيف امرنا بودFLU patriot سيف امرنا بودل الفوضي الفني ولinander الان هسير الحظ سيف رميخ نزبه جيدا كما ذكرت لكم لما نرجعه لسجه هذا نرجعه نحن دفوره دائما بار هنا القاعدة اللي لازم تعرفوها في هاد الدرس جيدا هي يعني تغيير مواد عناصر الجملة يعني تذكروا دائما هاد المخطط اللي مديته لكم يعني بتاع الأسهم هادا رح يسهل عليكم بزاف دانك نغيره المواد بالنسبة للفعل هنا يعطيه هن تعالى فورم اكتف لما نحاولوه إلى فورم باسيف لازم عليكم الاكسلية اتر هادا ديما يكون حاضر هاده قاعدة ما نقدروش نحيو منها اتر هادي لازم تكون كونجوغي في المام تان كالذرب على فورم اكتف باران تمنا تكونوا فهمتوني احنا نقطة أخرة أحبتي لما تصرفوا le verب تاع la فورم passive مع الاكسلية اتر لازم عليكم تنتابهوا جيدا احنا يع لحنا تلاحظوا جيدا غريب. ممكن مش كل الأفعال اللي تكون هنا يا رحي تكون تتصرف بالضرورة مع الوكسلية غادر. ولكن هادي قاعدة. قاعدة لازم عليكم تبقوها كما رحي. ووالا. رح نعطيكم أمثلة أخرى باش تتوضح الصورة أحسن. فقط بامعي الشرح. لجندارم اغات المالفتر احنا لحضو معي. لجندارم هي لسجت. اغات هي لصف برفآتي يجلب الكاؤ bankruptcy دك هادي من ا massa الإولى عايشة تحذية المالفتر المالفتر WAب لحضونا نشتج لحضونا نشتج المنحنا لحضونا من الحوادي أطوالا نشتج الاقضادة لأكس دير اتر conjugué en même temps que le verbe a la forme active احنا عندنا ارات احنا اتر احنا اتر لازم سرفوها في المدد احنا للمالفايتر يوجد اي لابك اس سان اراتي او انا لحضو معي هنا لأكور اس هده يترجع للمالفايتر پار لجندار هده پار ديما نحطوها لجندار هي اللي كانت لسجت على فرم active والذي هي اللي компليمان دا جن في la فرم passive يعني كمعلكم تفوشال حالهو سهل جدا دوزيما لجندار ارات ران للمالفايتر احنا احنا لاني تعمل تنبقاو على نفس النثال حسا يعني تنبقاو فقط لزامن تصريف الافعال دانك لجندار ارات ران للمالفايتر احنا لحظم ياه a rather ران سهل le verbe a rather au future simple لانك للمالفايتر لحظم حين ديرو لحظم اتر او لحظم ياه هنا جل barrier quota هنا ثانيا هنوعن هنا hexامل هنوعن والسيوس هنوعن اشترك اشترك المالفايتر يكمل مطبع دبيجي ريكت دان كالحين غيرو المبادة عنا سر الجملة عندنا المالفايتر انتتت اراتي بارل جندارم هنا انتتت اتر اتر او باسي كما تكارنا بلل اتر اتر لازم ديما يكون مسارو في نفس زمن تسري فالا فرم اكتب لا تنساوش هنا احبتي كذلك لان هنا كالاكسير ادر وكذلك لا تنساوش هنا بار اتمنى تكونوا فهمتوني احبتي هذا الدرس رحو جديد عليكم ولكن رحو سهل فقط القليل من التركيز النقاط اللي لازم عليكم تركز عليها هي عناصر الجملة ترتيب تحها يعني انعكسوهم زمن تصريف الفعل وكذلك بار هنا فقط احبتي توجد ملاحظة مهمة جدا يعني فيما يخص هاد الدرس لاحظوا معا هاد النموذج ان اه افاكوه لذلك باردن يعني احبتنا الدحايا نحو المستشفى هنا لما تفو هادا ان اللي نسميوه لاحظوا معا هادا ان هادا رحي نحيوها جيدا انا افاكوه يعني اصافنا الضحايا نحو المستشفى الضحايا وصعيفوا الى المستشفى هادا لازم تنتبهوا لها جيدا ممكن في الاختبار يعني رح يعطيكم جملة فيها ويطلب منكم انكم تحولوها من la form active الى la form passive انتبهوا جيدا هنها ما تديروش يعني رحها تختفي هادا فقط للتركي